مساعد زكاة استناعي جديد بيقوم بتجربة تصفح مجانية خمس مرات بشكل مجاني في اليوم وهو منافس قوي لأوبن اي اي اوبريتور عنده قدرة على أتمتة المهام وإجراء بحوث على الانترنت حتى لو حبيت ان انت ترقي للخطة المدفوعة فالخطة المدفوعة 20 دولار شهريا لو جيت قارنته بأوبن اي اي اوبريتور اللي انت لازم تكون في الخطة البرو علشان تقدر تستخدمه اعتقد انه ممكن تكون المنافسة لصالح كونفرجانز بروكسي كل من الوبريتور وكونفرجان بروكسي عندهم قدرة على التصفح المدعوم بالذكاء الاصطناعي وإمكانية البحث والتحليل يلا بينا نجرب بشكل مجاني بروكسي من كونفرجانز ونشوف إمكانياته عاملة ازاي واستخدماته وأكيد من النتيجة حنحكم متابعي قناة انفو تكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارجعنا مرة تانية علشان نشوف بروكسي من كونفرجانز وبركسي 1.0 ده الموديل اللي هو شغال به ونشوف النتيجة بتاعته حتكون عاملة ازاي طب ايه الكابفلتز بتاعته أو إمكانياته ممكن هو يعمل تلخيص لمقالات ايضا انه هو يدور لك على relevant jobs وظائف على linkedin ممكن هو يعمل سامرايز لديلي بيبرز مثلاً on hugging face ممكن هو يعمل تلخيص لتوب نيوز ممكن هو buy gifts on amazon نفس الفكرة اللي أيم عليها الأوبريتور الخاص بopen AI ايضاً بوك ميئة ريستروند مثلاً هو يحجز لك في مطعم يلا بنا نعمل login داخل الموقع ونشوف إمكانياته عن أرب أولاً حتروح تدوس على meet proxy ولكن في بس حاجة يعني مهمة حابة ان انا اقولك عليها في البداية لو رحنا ليه البلوغ الخاص بالconvergence هنلاقي ان فيه اصدار جديد من البروكسي اسمه proxy light البروكسي light ده open weight تقدر تروح للكود بتاعه على hugging face حاطلك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو وده بيستخدم إمكانيات بسيطة للحاسوب فبالتالي لو انت الموارد الحاسابة الخاصة بالجهاز بتاعك قليلة تقدر تستخدمه لأنه هو 3P فالحجم بتاعه هيكون صغير حبيت بس تنوح عن هذه الجزئية هبتدي أرجع مرة تانية ودوس على meet proxy علشان نعمل continuous google ونبتدي ان احنا نسجل في الموقع أول ما هتخش على الواجهة الخاصة به هتلاقي هنا فيه text المكان اللي انت بتحط فيه التاكست بتاعك هنا تقدر ان انت تقوله التسك اللي انت عايز تعمل research عليه أو تدور عليه وهنا في حاجة اسمها your scratch pad your scratch pad انت بتقدر تساعد البروكسي ان هو يدور لك بشكل specific أكتر أو محدد أكتر you can write down information تساعده في عملية البحث فممكن تكتبها هنا لو انت عايز حاجة معينة يدور لك في جزئية معينة أو عايزه يكون في instructions معينة عايز تحطها أثناء عملية البحث تقدر تحطها هنا وتعمل save وتبتدي تكتب بعد كده التسك اللي انت عايزه هيكون هو محدد بالمعلومات اللي انت خططها له في ال scratch pad هنا في مجموعة من templates الجهزة مثلا حاجة لها علاقة بالmarketing عايز تدور على أخبار brand معين فهنا لو انا دست على check news brand حلاقي template جاهز التمبلت ده ببتدي ان انا استخدم الامر زي ما هو الامر فيه زي ما هو كل اللي عليك ان انت هنا حتيجي في التمبلت وتبتدي تقوله اسم الbrand ايه هنا مثلا احنا هنستخدم open AI انا عايزة اعرف كل حاجة عن open AI ده الbrand name هنا بالنسبة لي عمر الarticle انت عايزه تدور في ايه انا مثلا عايزة المكسمم ارتيكال ايج تكون one month شهر واحد قبل كده ما تدورش يعني احدث حاجة انا عايزة يدورني في احدث حاجة بعد كده هدوس run task تعال نشوف مع بعض كده بعد ما نعمل run task هنا زي ما احنا شايفين ظهر معاك البرومت بعد ما خطيت الbrand name هنا اي نيديو تو دو اكويك براند اناليسيز الopen AI هنا open google طبعا ده template جاهز تقدر انت تعمل template اللي انت عايزه وهنا حيبتدي يفتح جوجل زي ما احنا شايفين ويبتدي يدور فيه على الاخبار المدتها ما بزيتش عن one month no results older than one month انا مش عايزة نتائج اقدم من one month علشان ما يجبنيش نتائج قديمة احنا شايفين بيبتدي analyze articles بيبتدي ان هو يدور فيها نفس الفكرة اللي قيم عليها الopen AI operator نفس الموضوع ولكن زي ما احنا شايفين احنا بنستخدمه بشكل مجاني حنستنى لحد ما يعمل الاناليزينج وحنستنى لحد ما يدور هو هنا خلاص خلاص ال brand analysis للopen AI من خلال عملية البحث في جوجل زي ما موجود بالضبط فيه الامر والاخبار اللي مدتها ما زيتش عن one month ممكن هنا ابتدي ادوس على enter browser هيدخني على ال proxies web browser وابتدي ان انا ادوس بقى على اي حاجة ادور عليها كاني بالضبط بتصفح عبر ال browser العادي ولكن هنا انا بدور داخل ال proxies web browser زي ما احنا شايفين فيه طبعا هنا تحكم فيه الزوم ممكن اعمل reset مرة تانية نفترض بان التاسك ده انت شغال عليها على طول وانت عايز تعمل automation للتاسك ده تعمله ازاي؟ بتبتدي تنزل تحت هنا هتلاقي فيه حاجة اسمها automate task طبعا تقدر تشير السيشن تقدر تعمله شير هنا هروح على automate task وهنا ابتدي اعمل automation للتاسك ده بحيث ان هو يديني الاخبار دي اللي انا طلبها في وقت معين هنا مثلا هسميه open AI news ده اسم ال automation بتاعي select start date و end date يدهولي امتا؟ مثلا هطلب ان هو يدهولي ممكن الساعة واحدة الساعة اثنين هنا بتحدد time بتاعك وهنا هل انت عايزه daily مثلا هنا احدد يكون مثلا في الوقت ده هنا daily ولا weekly ولا monthly ولا every weekday ممكن مثلا اقوله دولي weekly في الوقت ده وهنا time zone طبعا وفي الاخر خالص بتقول create automation وبيبتدي ان هو يدينيك بقى في الوقت ده كل يوم مثلا او كل اسبوع لحظة ما انت محدد امتا؟ و الوقت امتا؟ ده بالنسبة لي automation او create automation من task already انت شغال عليه شفنا ازاي ممكن احنا نعمله وهنا لو انت قلت له create automation حيبتدي يظهر عندك فين؟ حيظهر عندك لو انت روحت ال my templates هتبتدي تظهر عندك في ال my automation ال automation اللي انت عملته تعال نشوف حاجة تانية نعملها مع بعض هنا هبتدي اروح اقول له provide the latest AI news اديني اخر الاخبار ولكن انا عايزة لايه اخبار الاخبار دي تكون من trusted websites وحطيته اعطيته اسامي لل trusted websites ويركز على ايه فيها وبعد كده هبتدي ادوس enter انت ممكن تطلب منه news دي تكون من twitter بس في الحالة دي انت حتدخل ال password وال username وتدي له يعني credential ان هو يأكسس عليه هنا انا حبيت اخلي الموضوع من غير بقى sign in انت بتبقى شايف هنا في ال preview اللي هو ال process preview بتبقى شايف هو بيدور ازاي او بيعمل ايه بالظلط هنا ابتدى يدورلي في ال mit technology review دورلي فيها مع رشو اعطاني بس فقط في ال mit ممكن اقول له كمل دورلي في باقي الwebsites ولكن هو هنا دورلي في الwebsite ده اعطاني top AI news الموجودة في هذا الموقع اعطاني بس فقط الموجودات ممكن اقول له بقى complete complete the other هنا تقريبا لازم اكون محددة معي يعني ما ينفعش ان اقول له دور في كل الwebsites بحث ونافيجيشن كأنك بالظبط انت اللي بتدور بنفسك يعني نفس الطريقة اللي البشر بدوروا بيها بتخش على الموقع وتبتيجي تدور في الاخبار بتدور في ال topics لحد ما بتوصل اللي انت عايزه وفي الاخر اعطاني مجاني زي ما انتم شايفين دي حاجة كويسة جدا ممكن كمان انت تعمل automate للتاسك ده مثلا هو بيدور في الweird AI news نفترض ان انت already عاجبك الموقع ده وانت عايز منه الاخبار كل يوم تقدر تروح تعمل automate للتاسك ده ويبقى انت عندك automation بتاعك خاص بيك تقدر تعمله للتاسك نفسه لو روحت على template hub هنا هروح للماركت بلايس كمان اقدر ان انا اخش على كل templates اللي الاخرين قاموا بانشاءها فهنا هتلاقي يعني كمية templates كتير جدا في popular templates هنا هتلاقي في مجالات متعددة من خلال الماركت بلايس الخاص به تقدر انك انت تبص عليها مثلا twitter engagement analysis وتقدر تعمل run للتاسك ده ده بالنسبة الconvergence وproxy 1.2 اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة موقع ده مفيد جدا اتمنى انتوا تستخدموه في عملية البحث وعملية automation اعتقد ان هو جيد بشكل كبير جدا مقارنة طبعا بالمدفوع بـ 200 دولار من open ai اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة info tech for you زي ما بقولك في نهاية كل فيديو تنساش تعمل subscribe للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متابعين الاعزاء متنساشوا like share and comment دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته